وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الشكر سبب لزيادة النعم ودفع النقم واستجلاب البركات وتكثير العطيات من شكر الله على ما رزقه واسع الله عليه في الرزق ومن شكره على ما أنعم عليه من الصحة زاده الله صحة ومن شكر النعم أن يعرف المرء ربه في البؤس والرخاء فيحمده على فضله وعلى هيّن ابتلائه إذ لم يبتله بما هو أعظم من أرزائه وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أنعم الله عز وجل على عباده بسائر النعم أجزل لهم العطايا وسخر لهم الأرض ليسكنوها ويأكلوا من رزقها الشكر يكون بالقلب بالرضى بما قسم لك والاطمئنان لرحمته تعالى يكلأ بها عباده فهو أرحم بهم من أنفسهم وباللسان بالثناء عليه سبحانه وذكره في السر والعلن وبالجوارح بالطاعات وتجنب المعاصي والمنكرات وكان النبي يحمد الله في كل شأنه ويدعو فيقول يا ربي لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوصي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام بطلب العون على الشكر من الله أخذ يوما بيد معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ولا تجعلنا بنعمك جاحدين يا رحمن يا رحيم اللهم اشتركوا في القناة